اشتركوا في القرن الرابع الهجري يا إخواني كان الإمام أبو عبد الله الهروي الأنصاري رحمة الله تعالى عيه الحنبلي الصوفي صاحب كتاب ذنّ الكلام وأهله وصاحب كتاب منازل السائرين الكتاب العرفاني الشهير الذي شرحاه غير واحد منه ابن قيم الجوزية مداري السالكين فالشيخ أبو عبد الله الانصاري الهروي رحمة الله عليه كان متشددًا جدًا ضد أهل الكلام ضد المتكلمين لا تعجبه طريقة المتكلمين اللي طريقة دفاع عقلي عن قضايا الاعتقاد هو يعتمد فقط الطريقة النقلية في الاعتقاد قال الله قال الرسول قال استلف الصالح فقط أما أن تقول لي وبالعقل وبالمنطق وبالفلسفة ولا يحب هذا وكثيرون مثله حتى من الشوافع والمالكية ومن حنفية كثيرون الإمام الشافع كان ضد الكلام ضد الكلام وقال قولي في حفص الفرد المتكلم أن يؤدب ويضرب بالجريد والنعال ويطاف به بين الناس تجريس يعني تقريبا شيء من التجريس ويقال هذا جزاء من اشتغل بعلم الكلام هذا الشافع إمامنا إمامنا إمام العشعري إمام عبد الحسن العشعري عبد الحسن العشعري عبد الحسن العشعري ثلاثمائة أربعة وعشرين الشافع ماتين واربعة صحيح؟ مئة وعشرون سنة بينهم يعني هو إمامه يعتبر على كل حال فالإمام العشعري كان ضد المتكلمين ويبدعهم ويضللهم وقولوا فيهم غليظ خشن خشب فكافأه الشوافع من الأشاعر كافأوه بهذا الموقف العدائي الاستنكاري بأنه لما قدم السلطان السلجوقي ألب أرسلان إلى هارا وشنكشفوا الهاروي إلى هارا أحد بلاد أو إحدى البلدات الفارسية دسوا في محرابه تحت سجادته شوف الإجراء بلويا شوف الفجور صنما من صفر يعني من نحاس صنما صغيرا من صفر دسوا ثم أتوه وقالوا يا شيخ لقد أتى السلطان فأحببنا أن أسلم عليك وأن تكون معنا في مقدم من يسلم على السلطان شوفوا المكر شوفوا المكر لا يكون هذا سبيل الصالحين المؤمن الصالح لا يفعل هذا أبدا المؤمن لا يقدر ولا يكذب ولا يمكر ولا يضع في الحيال ولا ينصب الفخاخ والمصائد ليوقع الناس في المرائر والشدائد المؤمن أرقى من هذا أضقى من هذا الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله صدق المسكين الرجل وخرج فسبقوه إلى السلطان بعضهم سبقه واستغاثوا يا سلطان يا سلطان ماذا ماذا قالوا أنا رجل رجل حمّ لي وهو مجسّم والعياذ بالله ويعبد صنما يصلي له يزعم أن الله على صورة هذا الصنم أنه صورة الله يعني عوذ بالله قال من هذا يدوني به قتل مباشرة زنديق هذا فأتوا بالشيخ وأرسل أي بعض رجال بعد رجاله لكي يفتشوا محرابه فعلا وجدوا في المحراب تحت السجادة صنما من نحاس لا إله إلا الله أخذوا صنم وجاعوا يسعون به قالوا وجدنا في محرابه السلطان ذكي طبعا حاكم هذا مش مشاهبل نظر شوف ردة الفعل الشيخ رأى اندهش المسكين واستاء جدا جدا خلهم ما تقول وجدنا هذا في محرابك سكت هناك ثم قال سبحانك هذا بهتان عظيم أدرك السلطان بعد نقاش يسير يقال إنه سطى بهم وأدبهم وأعاد الشيخ مكرما ما هذا مسلم يفعل هذا في مسلم الآن طبعا من المسلمين والذين يزعمون أنهم مهتدون بهدي السلف وعلى طريقة السلف يستجيزون منهم لا أقول كلهم يستجيزون الكذب على خصومهم مثل الخطابية الزمان يكتبون حتى في الحديث على رسول الله يكتبون حتى في الحديث طبعا لم يقلنا إن العصبية التي غلت مراجلها في صدور المذهبيين والطائفيين حملت علماء نبلاء مشاهير على أن يكتبوا حقا على رسول الله أيضا ها مش فقط طائفة الخطابية طائفة مبتدعة ضالة لا تحل الرواية عنهم لأنهم يستجيزون الكذب نصرة لمذهبهم حتى وإن كان على رسول الله شي فضيع والعذو بالله ألف أحاديث وكذا انسوبها إلى ابن عباس إلى علي ابن سعود أنصر نفسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر